أهلا بكم تصدرت أخبار ارتفاع أسعار النفط والغاز عنوين الأخبار ونافست ما يحدث على الساحة الأوكرانية 60% هي النسبة التي ارتفعت بها أسعار الغاز العالمية حيث وصل سعر الميجاوات في الساعة الواحدة إلى 215 دولارا وهي معدلات تعد الأعلى منذ عام 2014 تحتل روسيا قائمة الدول التي تتمتع بأكبر احتياطيات مخزون الغاز الطبعي في العالم بنحو 49 ألف مليار متر مكعب تليها إيران ب34 ألف مليار وقطر ثالثة ب24 ألف مليار ثم تركمانستان بما يزيد على 15 ألف مليار وأمريكا ب13 ألف مليار متر مكعب أيضا روسيا جاءت في المقدمة في قائمة الدول الأعلى تصديرا للغاز الطبعي ليصل حجم صادراتها لعام 2020 إلى 200 مليار متر مكعب فيما تأتي أمريكا خلفها بنحو 150 مليار وقطر ب143 مليار متر مكعب إلى أين تذهب صادرات الغاز الروسي؟ باختصار إلى كل أنحاء العالم لكن الأكثر استيرادا له ألمانيا ب16% ثم إيطاليا ب12% ففرنسا ب8% ثم تركيا ب6% فهولندا 5% ثم بولندا بأربعة كما بريطانيا و3% إلى المجر من هنا تبدو أهمية ما يجري في أوكرانيا وخطورته فارتدادات ما يحدث متعددة وتطال قطاعات اقتصادية متنوعة على المدين القريب والمتوسط وأولى الارتدادات كما شهدنا تجلى في قطاع الطاقة وتحديدا في أسعار النفط والغاز وهو ما سيغير شكلا من أشكال اقتصاد اليوم وما يسير عليه العالم